نهاردة مبسوط. اه طبعا يعني. مفروض مبسوط. اه. الاداء حلو. الاداء حلو والناشئين اللي طلعت دي برضو دي حاجة بس دي برسطتني لان اه انا بحب كده من زمان اه اه انا الجيل بتاعنا طلع منه ناشئين كتير جدا ودي فرقت مع نادي الاهلي لان برضو مع احترام اللعيب اللي موجودة في نادي الاهلي اللعيب اللي مترب في نادي الاهلي اه بيبقى عنده دوافع الفوز من 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 صغره. من هو صغير واخد على البطولات. فانت ما بتيجي تدخله في اي بطولات رسمية. سواء في الفرير الاول او الناشئين. اه. يبقى هو خلاص متعاود على كده. صح. غير اما تجيب حد من برة فهو مسلا بيرعب في نادي في وسط الجدول او في اخر الجدول فبيصاري على الهبوط او عايز يوعد في المنطقة الدفعة. اه. فبيبقى الموضوع بالنسبة له بيخل له مسلا ترات اربعة سنين قبل ما ياخد على الجاو في الاهلي. صح. فدي حاجة كويسة جدا النهاردة انا ببسططي. النهاردة مين اللي عجبوك النهاردة? انا اه يعني احمد سيد غريب. انا انا لعبت مع والده. اه. اه. اه اكبر مني بس انا كنت بتصعب معاه. سيد غريب من المهاجمين اللي كونوا كويسين جدا ما اخدش حقه. صح. واحمد نفس ستايله بالزبط. يعني سيد كان نفس الاهب احمد كده. اه. انت معندكش في الاهلي. في الاهلي. اه. المهاجم المحطة. اللي هو بيعرف بتحرك كويس بيلعب معه كويس. ممكن عسام حسن شوية. شريف بتحرك بين الخطوط شوية. اه. اه. بتحرك كمان كويس اه. اه بتحرك كويس وهو الورد عنه سوقه في نفسه. صح. يعني من الجن اللي جابه. الهيدرز اللي جابه ده دليل انه هو يعني اي حد ما كان هو اف كرة. برافا عليك. اي حد هو اف كرة. كرة تبدو انها سهلة. صحبة جدا. بس هو اللي سهلة وخليها تباني انها عادية. صحبة جدا ان هي هي اول حاجة هو فوضع حركة. صح. فوضع حركة دي صحبة جدا ان انت فوضع حركة لازم تركش في حاجتين ان انت بتقف ازاي. صح. وتحرك الكرة ازاي وتوجيه ها ازاي. طبعا ما توجيه الكرة وانت واقف غير وانت بتحرك. هديت انهم ان هو مهاجم كويس. تحرك نفسه. طبعا. طبعا. تحرك كويس جدا. صح. لا والجن الاولين ان هو يكمل مع مع كريم فؤيد ان هو يكمل على الجن. صح. لان كريم اي حد يقول لك كريم يحطاه في الجن. مظبوط. ان هو يكمل برضو دي حاجة كويسة ده كريم عنده حلين ان هو يحطها في الجنة او يلعب الاحمد اه. هو حطها وهي ونصبها. ده خيب في الجنة ده خليت احمد سيد غيرين كملها كملها. طبعا. واشرف طبعا كويس جدا. محمد اشرف. اه لقيب كويس جدا. انا الولاد دول عجبوني من ايام الكاسر ربطة. صح. وكان لازم بعد كاسر ربطة كان لازم الولاد دي كان لازم تاخل. الله ينور عليك. كان لازم تاخل. دي سأقول لك. الاحل تاخر. طبعا. تاخر جدا. بس هي برضو يعني هي برضو بتاعك مدير فني. انا ما اقدرش اكبر مدير فني. وبالذات في النار الاهلي ان انا اللعب حد. برضو المسيماني كان بيفكر فيه ان هو على طول يقول لك ان الجمهير الاهلي والاهلي عايز مكسب على طول. لازم يخليه يلعب بالفريع الكبار. ايو ما هو في نقطة يا كابتالي عمد كنت عليه محمد الشنو هتختلف عليه. فيه لعيبة عظيمة جدا في النار وهي لحقيقة البطلات في الفترات الاخيرة دي بشكل رائع جدا. بس اصبحت في الفترة الاخيرة هي مجرد اسماء في الملعب مش عشان هما لعيبة وحشة. عشان هما انهكوا تماما. طبعا. ومرهقين تماما. فايه قيمة انك تلاعب لعيبة عشان اسماءة كبيرة وعمل بطلات قبل كده وهي مش تقدر تديك خلاص. هو طول ما انت طول ما انت بدنيا مش قادر مش طعب تفكر. صح. بان اللعبة اللي بطلت دي كتلاعبت خلاص ما فيه لعيبة لوقتي بطلت مهارية كتير جدا. مصبوط. بس هتقول للعب هو خلاص. مش هيقدر. هيفكر في حاجة جسمه مش هيقدر يساعده فيها. مصبوط. لكن انت لازم ابص برضو هو نرجع للأساس اللي عامة المشكلة دي كلها دور الكورونا. مم. هي دي المشكلة كلها. مم. احنا كان لازم دور الكورونا ده كان لازم ينتهي. لان انت اصرت على حاجتين. اصرت على مستوى اللعيبة. وبالتالي بتأثر على مستوى منتخب مصر. كل اللي احنا فيه ده. سواء اداء السيء بتاع الاندية او بتاع في افريقيا او في منتخب مصر. بسبب دور الكورونا. مهو. الغاء دور الكورونا وقتها. وانت كنت لاعبه. يعني لسه. نسه ببطل قريب. مهو. الغاء دوري ده معناه ايه. معناه اه شركات رعية بتسحب فلوسها من اندية. معناه شركات رعية مفيش الاندية معاش فلوس. انت كالعيب مش طعف تاخد فلوس. كله هيتضرر. يعني هو برضو. اصلاح عامة. نظرية حلوة. انه الغي الدورة عشان اللعيبة كلها تلعب. بس عمليا كله هيخسر. بس مصلحة عامة. لانت برضو ما ينفعش كل واحد يفكر في نفسه. ما النادي هيفكر في نفسه ان انا الرعاة مش هديني فلوس بتاعتي. مهو. وانادي ده هيفكر في نفسه. ميه اللي هتضر في الاخر? منتخب مصر. صح. وفعلا حصل انت اداء. لان اللعبة برضو قوام المنتخب من الاهل والزمالك اغلبي انا فاكر بعد الفين واتناشر لما الدورة لها. بعد الفين واتناشر في لعبة بطلت كورة. ده في لعبة كيتموهوبة جدا. يعني او كيتمشى بشكل كويس وكان مسلا عمرها منتقدم. بطل كورة. او اكتفوا. او مستوام قل. او نزل اندية قل. فبرضو الغاء دوري دي بتبقى يا جماعة هي برضو. كتشبه فترة انت انت في فيين واتناشر كانت ثورة. اه. فانت بالنسبة لك انت الدوري ده كورونا كانت لحد كام? عد شهر خمسة ستة. اه. حد ما المدينة بقت تشتغل. ماشي? كنت تلغي شهر شهرين. وابده الدورة تانية. لكن اللي عبة رايحت. اه. كانتش هتلغي الفترة اللي انت الكبير اللي احنا قعدناها في الثورة اي. مواقف.